كيف يمكن أن نرى نتائج فعلية في إطار منظومة حماية اجتماعية وتعطي صحية لها سقف زمني معين؟ من خلال التقييم الأولي لهذه المبادرات التي انطلقت بعد خيطة بالعرش لـ 2018 واللي كان هو بداية ورش الحماية الاجتماعية الاجتماع الوزاري اللي ترأسه المالك في 13 يوليوز الماضي كان انطلق فعلية وأجراء فعلية لقانون الإطار وكذلك لورش الحماية الاجتماعية اللي بدأ في المغرب بالنسبة للمتصفح أو المحلل لقانون الإطار يرى بأننا ارتكز على أربع دعائم الدعمة الأولى في إطار حكمة قصدتهم الجانب البشري يعني تدبير الموارد البشرية وفي نفس الوقت مسألة البنى التحتية الدعمة الثانية كانت تهمت العنصر البشري من خلال تجويد العرض الصحي التكوين وتكوين المستمر الممرضين كذلك إحداث ما يسمى بالوظيفة الصحية من خلال قانون أساسي جديد لمهنية الصحة وهذا شيء جميل لأنه كما قال البروفيسور تحي أن الطبيب تجيه عرض مادية مغرية ألمانيا مثلا بعض الدول الأسيوية كندا تماما تماما يعني وكي غادر يعني هنا الاهتمام بالعنصر البشري البارح كانت اتفاقية بين وزارة المالية في شخص الكتابة في شخص الوزارة المتدبة المكلفة بالمالية ووزارة تعليم العالي وبالطبع الوزارة الوصية على القطاع اللي هي وزارة الصحة أنه تخصص عشرين إضافة عشرين في الميام المقاعد مدارس يعني المقاعد الدراسة بالنسبة لطلب الطب حاجة أخرى بالنسبة لبنى التحتية يعني قانون الإطار جاء في المجمل دياله أنه يتم الاهتمام بالمسوصفات يعني ديال إعادة الاعتبار لها وكذلك خلق وحدة ترابية صحية في هذا الإطار هذا كنقوله بأنه فعلا خاص أن الدولة أو الحكومة أنها تصعى إلى نبض الشعب علاش؟ لأن هناك تيقى مفقودة بين المواطن والمرفق العمومي الصحية طبعا يعني بقتها تترجع أن قدروا نقوله أن كورونا كان الجانب الإيجابي فيها يرجع تترجع طبعا العلاش لماذا؟ لأنه كان هناك كما تقال قبل هناك هضر الكفاءة أنها كتمشي كتلقى هناك يعني تسعير غالية بالنسبة للطبيب الإنسان أو الفئات العارية ذا الهشة ما كتقدرش علمي صحات غلاء بالنسبة للمستشفيات الخاصة في حين أن العرض الصحي العمومي يفتقد لا الكفاءات لا المسائل اللوجستيكية لا بالنسبة للمواعد وبالتالي أنه إحداث كليات جهوية بالنسبة للجهات بنيملة الخنيفرة بالنسبة للقلمي بالنسبة للورزازات اللي هي مناطق نائية بين قوسان يقال بأنها تنتمي إلى المغرب العمق هدف حدته رهاتورة نوعية وتورة طبعا يعني جهة ضرعة تفيلات تماما هذه التورة نوعية في نفس الوقت أن مسألة إحداث وحدات صحية جهوية هدف حدته تقريب الخدمات الصحية المواطن وإحداث كليات جهوية أو مراكز شفائية جامعية تخلي بأنه حتى مسألة خريطة الأمراض تكون سهلة يعني التعامل ديالها مع وزارة الصحة لماذا؟ لأن من يكن لقوا مثلا الموبيلية أو الحركة الانتقالية للأطباء أنه لا يريد أن يمشون المناطق الجنوبية المناطق النائية من يكن تفرض على طالب أنه يقرأ في نفس الجهة وأنه تعين في نفس الجهة ويسكن في نفس الجهة وكتوفر له البونة التحتية بنسبة لتمدرس الفضاءات الرياضة يعني فضاءات الحياة العيش الكريم هدف حداته أنه نقدر أنه نوع من الإيجابية في تعامل مع المناطق الصحي طبعا وفي نفس الوقت مسألة أن تجويد الخدمات راهين بتحسيل وضعيات الأطباء والممرضين